الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه كان مرة في سفر جيئه بنحو عشرة آلاف أو أكثر من المال قبل أن يدخل مكة أي إلى بيته إلى بيت أمه جلس خارج البلد ونصب خباءه ماذا قال بعض الناس؟ قالوا الآن الشافعي يشتري ضيعة قعد الشافعي وأفرغ المال ثم جعله في صرر وصار يقول هذا لفلان وهذا لبيت فلان وهذا لفلان وهذا لأولاد فلان حتى قام فنفض ثوبه وصل الخبر إلى مكة انتشر أن الشافعي يوزع المال جاء إلى البيت ضرب الباب قالت أمه في الداخل من؟ قال محمد قالت هل بقي معك من هذا المال شيء؟ قال لا ففتحت وقالت لو كان بقي منه معك شيء ما فتحت لك حتى تنفقه شوفوا الأمهات كيف كانوا بالماضي ليس كحال أكثر الرجال والنساء اليوم يعرفون بأهل الضرورات بهذا المريض الجائع وبهذا العار الضائع وبذاك المضطر وبهذا المنكوب وبهذه الأرملة وبذاك اليتيم ويتركونهم للهلاك ألا فليعلم هؤلاء الأغنياء أنهم سيسألون يوم القيامة وقفوهم إنهم مسؤولون